ومشاهدين تعقيباً على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحطة القطار الكهربائية الخفيف وأيضاً محطة عدلي منصور التبادلية الأضخم في الشرق الأوسط ينضم إلينا هاتفياً دكتور عبدالله أبو خضر أستاذ الطرق والنقل بجامعة باني سويفة دكتور كيف تبعت هذا الافتتاح لمحطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائية اليوم وكيف ترى أهمياتهم لتعزيز إمكانيات هذا القطاع الحيوي في البداية خلينا رحب بحراتكم ومشهدين الكرام وخليون كل سنة ومصر ومصريين كلهم ورئيسنا العظيم وجلسنا العظيم ومشهدنا كل خير بمناسبة الأعياد الجميلة تلاتين ستة وتلات سبعة وعودة مصريين وقدوم عيد الأطحى المبارك وأيام كلها جميلة وافتحات جميلة جداً خلينا أقول لما حدث في مصر منصوري سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية في 2014 ما يحدث فيها هو ضرب من ضروب الخيال من كم الإنجازات اللي بتحصل على الأرض الواقع واللي رفع سقف أو درجة ثقة لدولة مصرية وبقت أكبر سوق لجذب السسمار ولكبريات الشركات العالمية اللي بتوجه دلوقتي في الضخ زي ما حرق شايفة وكنا نشايفين تحول رؤوس الأموال من شرق الغرب لدولة مصرية بسبب درجة ثقة واللي كان بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي ووجود دائماً في وسط أبنائه من مشروعات النهاردة بنفتح منها مشروع من أكبر مشروعات عندنا محطة تبدولية هي أكبر من نوحها في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بتربط من خمس وسائل نقل بين القطار القهرباء الخفيف اللي هو الـ RT والمحطة المتر المفاق الخط الثالث وقتار القاهرة السويس والسوبرجيت ومحطة أخرى للأوتوبيز تردود الـ RT لا يربط الطريق الدائري بمطار القاهرة بمحطة عدل منصور محطة عدل منصور طبعاً حريكم حتقدت من مطار السلام ثم بعد ذلك هتاجه ليه اللي هيمر بكتير من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة اللي نشأت شرق القاهرة من العبور والمستقبل والشروق ووصولاً لبادر والعاشة من رمضان هتاجه في ربيكي شمالاً للعاشة من رمضان وجنوباً للعاصمة الإدارية الجديدة سرعة القطار 120 كم على الساعة هيصل في حوالي 50 دقيقة للعاصمة الإدارية الأطوال الخط الأول والثاني والثالث والرابع بطول 113 كم بواقع 19 محطة كان في الأول 90 كم بنعمة توجهات سيد الرئيس تمت الخطوط لتصل إلى داخل المنطقة التعليمية والسكنية في العاشة من رمضان وتصل إلى المدينة الراضية والمجمع الرياضي في العاصمة الإدارية الجديدة هتقاطع مع القطار القهرباء السريع في المحطة المركزية الأولى في العاصمة الإدارية وهتقاطع مع المونوريل في محطة مدينة الفنون في العاصمة الإدارية خلينا نقول مثل عزيمة الشرعات كانت مصر مفتقدة لها وكانت محتاجة لعملية تزوية بدائل النقل لزيارة معادلات الربط بالمدن والمجتمعات المرانية جديدة لتوجه للسمرات تشجيع الانتخال إليها بشكل كبير خلينا الربط اللي بيحصل بين الشرق والغرب من خلال شبكة نقل القوية يعني أنا عندي القطار القراباء الخفيف في محطة أبدلية اللي هي محطة عدل منصور هيقدر يتنقل فيها المواطن اللي جاي من العاصمة درية جديدة لخط متر وينفاق الخط التالت وصولا إلى محطة ودي النيل في المهندسين ثم يمكن يعمل تبادل هناك مع المونوريل اللي يصل لستة أكتوبر يبقى أنا ربطة أقصى الغرب وأقصى الشرق تقليل أزمنة الانتقال تقليل الكسفات المررية تقليل تلوس التوجه العام للدولة بالتحول لنقل الأخضر وخلانا نقول ده منذ توليسة الرئيس عفتاح السلمسئولية وتم تخصيص 837 مليار جنيه للتحول لنقل الأخضر واللي بدأت دجني سمارها الآن مصر دلوقتي هتنظم مؤتمر مناخ في نوفمبر 2022 بإذن الله ده بفضل الرؤية الصقبة والدراسة الجيدة لما تحتاجه الدول المصرية والحفاظ على صحة الموطنين من خلال التحول للأخضر صحيح دكتور عبدالله أبو خدرة نريد أن وصلت الضوء على هذه النقطة التي تفضلت بذكرها وهي أنها وسائل نقل صديقة للبيئة تزامنا طبعا مع استضافة مصر لقيمة كاب 27 وهي وسائل نقل غير ملوثة هذه النقطة شديدة الأهمية طبعا يا فندي مخينا نقول أن مصر بدأت من 2014 بالبناء على ما هو موجود من خطوط جر كهربائي المتر والأنفاء عندي الخط الأول والتاني بأطوال 65.5 كيلو متر تم تطويرها بالكامل من جرات العربات لسجك لمحطات نفسها ثم التحول للخط الثالث وتطويره عند المحط الثالثة والرابعة والمحط الرابعة لخالف أحسن مشروع نقل جماعة على مستوى العالم في 2021 ثم بعد ذلك الخط الرابع الذي يصل من أكتوبر للعاصمة دارية وده مشروع قومي تاني لوحده الخط السادس المعادل الخصوص الخط اللي بعد كلا تطوير متر ترامل الأسكندرية بطول 34.5 كيلو متر تطويره خط سكة حديد أبو إيرو وتحويله لقطار كهربائي لخدمة منطقة أبو إيرو وتحويلها لمنطقة حرة عندي دخول القطار الكهربائي أيضا للربط بين المواني المصرية أنا عندي قطار كهربائي هيصل من برسعيد لضميات الأسكندرية ده غير القطار الكهربائي السريع اللي هيصل من السخنة للأسكندرية والعالمين ثم تروح كنواء بعد ذلك الدخول لبني غازي وشمال أفريقيا بالكامل الخط التاني وصولا لأسوان ثم بعد ذلك لودي حلف في السودان وصولا كنواء للوصول بعد كده لجنوب أفريقيا خلينا نقول أنا عندي كمان منطقة عزيزة علينا جدا خلينا نقول عندي خط سكة حديد الفردان بقر العبد رافح طابة دخول مثل هذه البدائل بيزيد من عملية تسهيل الحركة والمرونة وتشجيع المستثمرين وفتح فرص عمل وده الهدف الرئيسي لمسل هذه المشروعات لأكانوا بكل تأكيد الركاز للسئلة التامية المستدامة بكل تأكيد المرحلة الأولى التي شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاحها اليوم شملت أيضا روبيكي واحد روبيكي اثنين هذه المحطات تحديدا يعني تطرأ أهميتهم في تفادي التقاطعات وبالتالي تجنب الحوادث التي كانت تحدث بسبب وجود المزلقنات بسبب وجود عنصر بشري يمكن أن يكون غير مؤهل عكس ما يحدث اليوم من تأهيل العنصر البشري بشكل كامل وهذا سنتحدث عنه في النقطة التالية لكن دعنا نتحدث عن روبيكي واحد واثنين تحديدا يعني خلينا نقول المرحلة الأولى بطول 65.13 11 محطة المحطة المرحلة التانية اللي هي بطول أسف تبقى 3.18 مئة كيلو متر بإجمالي عدد واحد محطة المرحلة التالتة اللي هي بـ 18.5 كيلو متر المرحلة الرابعة هتبقى أربع محطات المحطات اللي حرارة تفضلت بها هي محطات تبدلية مع قطار البيزل اللي هو القاهرة السويس وخلينا نقول إن احنا الوقت فيه ثقافة عملية المرونة في تغيير وسيلة النقل من وسيلة لوسيلة أخرى للوصول وتغطية أكبر قدر ممكن من الأراضي عندي والمدن اللي موجودة المحطة الحرارة تفضلت بها هي محطة تبدلية شأنها شأن محطة عدل منصور بس ولكن بين الوسيلتين عندي محطة المترو اللي هي في واد النيل اللي هي تبقى مترو مع مونوريل الثقافة دي ثقافة جديدة ثقافة التذكرة المحادة اللي بتسهل عملية الانتقال بين وسائل نقل مختلفة بين المترو والمونوريل والقطار القاربائي الخفيف والقطار القاربائي السريع والوتوبيس التردودي كل ده خلينا نقول كمان اللي تم عمل يعني مكان آمن باركينج جنب كل محطة بمحطات القطار القاربائي الخفيف وده التشجيع ماليك المركبات وده شريحة مهمة جدا كنا دايما بالنيادي لابد من استهدافها بان انا عايز الراجل الماليك المركبات دول الناس ماليك المركبات انه يقدر يستغنى عن سيارته الخاصة وينتقى الباب وينتقى الناه الجماعي من خلال توفير مستوى يناسب كل الرغبات وكل المستويات وده شأنه انه بيقلل الكسفات المررية في الطرق بيقلل التلوث بيقلل ازمة الانتقال الاقل ما يمكن نعم اشكرك جزيلا دكتور عبدالله ابو خدرة استاذ الطرق والنقل بجامعة بن سويف